اشتركوا في القناة نستهله نشرتنا بملخصة لخطبة الجمعة الأخير لسيدنا أمير المؤمنين حضرة مرزى مصرور أحمد أيضا الله تعالى بنصره العزيز وكان فحضرته ذكر الصحابة البدريين حيث ذكر اليوم أولا الصحابي عبد الله بن طارق وقال إنه اشترك في بدر وأحد واستشهد يوم الرجيع كان من الصحابة الستة أو بحسب بعض الروايات الصحابة العشرة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قارة ليفقهوهم في الدين ويعلموهم القرآن وعندما وصلوا إلى عين الرجيع كان بانتظارهم أهل هذيل فحاصروهم وقاتلوهم وقد ذكر حسان بن ثابت في شعره من استشهد منهم حيث قال وابن الدنثنة وابن طارق منهم وفاه ثم حمامه المكتوب صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثبوا وألخص واقعة الرجيع مما كتب حضرة ميرزا بشير أحمد حيث قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأخبار عن مؤامرات الأعداء من كل صوب حيث تجرأوا جدا بعد أحد وكان هناك خطر شديد من قبلهم وفي شهر صفر من العام الرابع الهجري شكل صلى الله عليه وسلم كتيبة أمر عليها قاسم بن ثابت وأمرهم أن يقتربوا من مكة سرا لإستطلاع أخبار وخطط ونوايا قريش لكن قبل أن ترحل هذه الكتيبة جاء وفد من قبيلة قارة وزكوان وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نريد تعلم الإسلام فأرسل بعض أصحابك معنا ليعلمون الدين وتحقيقا لرغبتهم أرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة التي أراد إرسالها إلى مكة ولكن هؤلاء الكفار كانوا قد جاءوا إلى المدينة بتحريض من بني لحيان وأرادوا أن يخرج بعض المسلمين من المدينة فيهجموا عليهم ويقتلوهم وعندما وصل وفد المسلمين لمكان معين أخبر الكفار بقية بني لحيان فجاء منهم مئتين من الرماء لمهاجمة هؤلاء المسلمين وفي مكان يسمى الرجيع تقابل الطرفان كان المسلمون عشرة وفي بعض الروايات سبعة فأن لهؤلاء المسلمين أن يحاربوا الكفار البالغ عددهم مئتين لكنهم لم يستسلموا بسهولة فصعدوا على جبل لمحاربة الكفار الذين لم يتورعوا عن مواصلة الغدر حيث قالوا لهم انزلوا ونحن نعيدكم ألا نقتلكم فقال عاصم لا نثق بكم هذا ثم رفع وجهه إلى السماء وقال اللهم بلغ عنا رسول الله فحاربوا الكفار واستشهدوا إلى ثلاثة هم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق أراد الكفار أن يبطشوا بهم فوعدهم أننا لن نؤذيكم فواثقوا بهم ونزلوا من على الجبل وبمجرد نزولهم أسروا ورفض عبد الله بن طارق الذهاب معهم فجره وضربوه ثم قتلوه وفي رواية أنه فر من أيديهم فقتلوه رجما وألقوه هناك ثم أخذوا خبيبا وزيدا وباعوهما لقريش فاشترى خبيب أبناء الحارث بن عامر واشترى زيدا صفوان بن أمية ولما كان خبيب في الأسر جاءه ابن صاحب البيت فوضعه في حضنه وفي يد خبيب موس فخافت أمه فقال خبيب لا تخافي فإني لن أؤذي ابنك ثم صحابي عاقل بن بكير كان اسمه غافل فلما أسلم سمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا أسلم عاقل وإخوانه عامر وإياس وخالد في دار الأرقم وهم من أوائل المسلمين خرج عاقل وأخوانه من مكة إلى المدينة للهجرة آخذين معهم رجالهم ونساءهم فلم يبق في دورهم أحد حتى غلقت أبوابها فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر في المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عاقل وبين مبشر بن عبد المنذر شهد عاقل بدرا هو وإخوته واستشد فيها وعمره أربع وثلاثون سنة جاء مرة عاقل وإخوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له نريد أن تزوج اختنا لفلان فقال ما رأيكم في بلال فرجعوا وجاؤه ثانية وقالوا يا رسول الله نريد أن تزوج اختنا من فلان فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في بلال ثم رجعوا وعادوا مرة ثالثة وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن تزوج اختنا من فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في بلال ما رأيكم في شخص من أهل الجنة فزوجوها منه ثم الصحبي زيد بن الحارث من اليمن عندما كان صغيرا أخذته أمه إلى أهلها فاختطفه بعض الفرسان واتخذوه عبدا ثم باعوه لحكيم بن حزام في سوق عكوض فأعطاه لعمته خديجة بنت خويلد التي بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمته أموالها وعبيدها فحررهم جميعهم سمع والد زيد من الحجاج أن ابنه في مكة فجاء مع أخيه لاسترجاعه والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ ما تشاء من المال وأعتقه فإن أمه تبكيه كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنكم ليس عبدا بل قد أعتقته ثم قال لزيد اذهب معهما فقال لقد أعتقتني لكني لا أريد هذه الحرية بل أعتبر نفسي عبدا لك فقال له أمك تتألم وأبوك وعمك قد تكبدا مشقة السفر ليعيداك فارجع معهما فرفض زيد وقال لأبيه وعمه لا شك أنك أبي وأنت عمي لكن القرابة التي أنشأتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تنقطع ولن أعيش بدونه أنا متألم بسبب آلام أمي لكني لا أستطيع أن أعيش بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأعلن أن زيدا ابنه ففرح أبوه وعمه ورجع مسرورين بقي زيد يكناب ابن محمد إلى أن نزلت الآية أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله زيد هو الصحابي الوحيد الذي ورد اسمه صراحة في القرآن الكريم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ابنه أسامة كثيرا أيضا فقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال جعل عمر لأسامة أكثر مما جعل لي فسألته لماذا أعطيته أكثر مما آتيتني فقال عمر رضي الله عنه إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك أما الآن في الخبرنا الأول لجنة مع الله في إيرلندا تعقد مؤتمرها الأول للاديان بفضل الله تعالى عقدت لجنة مع الله مؤتمره الأول للاديان في السادس من أبريل نيسان الفيت في دبلين كان موضوع هذا المؤتمر مكانة المرأة في دين وكان الغرض منه تعزز العلاقات بين النساء المحليات والقضاء على صورة خاطئة حول مكانة المرأة في الإسلام وذلك من خلال تبيان تعاليم الإسلام الحقيقية شاركت في المؤتمر مجموعة من السيدات من مختلف الأديان وحضروا عدد من السيدات من مختلف الأديان حيث تم إرسال بداقات الدعوة إليهن هذا وقد استقبلت ورحبت منظمة الحدث وسكرتيرة التبليغة الوطنية بجميع الضيفات ثم بدأ البرنامج كالمعتاد بتلاوية من القرآن الكريم ثم ترجمت الإنجليزية والإيرلندية بعد ذلك تم تقديم مقدمة مختصرة عن تاريخ الجامعة الأحمدية كما تم إطلاع الضيفات على أنشطة لجنة مع الله في إيرلندا وقد صلتت في هذا المؤتمر أربع سيدات من أربع ديانات الضو على مكانة المرأة في ديانتهن ممثلت الآن ساماريا مورفي الديانة المسيحية وتحدثت عن الدور الذي لعبته المرأة في الديانة المسيحية وقالت السيدة ديرا باغ الذي ممثل الديانة الهندوسية إن المرأة قد لعبت دورا فعالا أيضا في الهندوسية وبالمثل فرحت الدكتورة يونيد كوشوفوسك ممثلة الديانة اليهودية الدور الذي لعبته المرأة في مختلف الطوارف اليهودية ثم تحدثت سيد آني أحمد عن مكانة المرأة في الإسلام وأشارت إلى مكانة الأم خصوصا وكيف أن المرأة في الجماعة الأحمدية تتمتع بكافة الحقوق التي منحها إياها الإسلام مثل الحق في الإرد وحق التعليم الذي منحهم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قبل 1500 عام كما تحدثت سيد روت عن مكانة المرأة السياسية في أرلندا وعن المساوابين الجنسين وحقوق المرأة في هذا العصر وفي الختام شكرت رئيسة اللجنة مع الله الوطني في أرلندا جميع الضيفات والمتحدثات الواتي أثرنا الحدث بكلمتهن القيمة ثم وزعت الهدايا على الضيفات وانتهى البرنامج بالدعاء الصامت بعد انتناول جميع الطعام عبرت بعض الضيفات عن رأيهن في هذا البرنامج لدينا وجهات نظر كثيرة عن المرأة وعن مكانتها الروحانية والدينية ومن الرائع جدا الاستماع إلى الآراء المختلفة فقد دهشت من معرفة أن لدينا الكثير من الأمور المتشابهة والقيم الأساسية ولدينا اهتمام مشترك في تمكين المرأة وإيصالها إلى موقع القيادة وأتمنى أن أعرف أكثر عن منظمات هذا الحدث الرائع وأن أعود لحضور مثله قريبا دعنا نفس القيام وأعني في هذه الحالة حب الله وحب عائلاتنا وأنا نريد لعائلاتنا أن يكونوا مواطنين صالحين وقد رأيت أنه منذ أن جاءت الجماعة الأحمدية للعيش في مجتمعنا قد تم بالفعل إثراء وإغناء مجتمعنا بوجودهم وقد أعرف أن شعرت بإقصالها الجماعة الإسلامية في بلجيكا تحتفل بيوم الخلافة 27 مايو عيار هو يوم الاحتفال بالقدرة الثانية حيث يتم في هذا اليوم بفضل الله سعال إعادة تأسيس مؤسسة الخلافة في الإسلام الخلافة على منهاج النبوة التي تهدف لجعل العالم يدرك تعاليم الإسلام الحقيقية والسلمية لهذا السبب يحتفل المسلمين الحمديون في 27 مايو من كل عام بيوم الخلافة هذا وقد احتفلت الجماعة السمن الحمدية في بلجيكا بهذا اليوم كما في بقية فروع الجماعة في جميع أنحاء العالم بفضل الله سبحانه وتعالى أقيم هذا الاحتفال في مختلف مدن بلجيكا وقد بدأ بتلاوث من القرى الكريم ثلاثها قصيدة ثم مجموعتهم من الخطب حول موضوع الخلافة وفي الأخير تناول جميع طعام الإفطار وأدو الصلوات جماعة وإلى خبر الأخير فهذه النشر استضافت لجنة إماء الله في أستراليا أكبر حفل شاي في البلاد خلال شهرين أيار مايو المنصر وحزيران نيونيو الجاري وذلك لجمع الأموال لدعم أبحاث مجلس إمراض السرطان فقد سجلت عضوات لجنة إماء الله وناصرات الأحمدية في جميع أنحاء أستراليا مرة أخرى هذا العام لاستضافة حفلات الشاي وبذلنا جهودا خاصة لإعداد مجموعة من الأطعمة كالسندويشات والكعك والمعجنات وغيرها من أجل هذا الحدث كما تم تشجيع العضوات على التبرع مباشرة إلى مجلس أمراض السرطان عبر وسيلة التبرع الرسمية على الإنترنت خلال هذا الحدث تم إظهار التنفيذ العملي لتعاليم القرآن الكريم المتعلقة بالصدقات وذلك بمشاركة العضوات في جمع التبرعات من أجل المساهمة في مكافحة السرطان وأتاح هذا الحدث الفرصة لسيدات الجماعة للتواصل الاجتماعي والمساهمة في خدمة المجتمع تهدف السيدات خلال هذين الشهرين لجمع مبلغ 10 ألاف دولار وقد جمع منها حتى الآن أكثر من 8 ألاف دولار بمشاركة ألف عضوة دعينا الله أن يساهم ذلك بشكل كبير في دعم مهمة مجلس أمراض السرطان آمين نترككم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر